ها كلمك على لقطة قبل الجول بتاع مصطفى محمد نجيب لقطة الجول لو جهزا مع عينا لانا nousه باعت���io مع лишم عالطول قبل ما دخل اللقطات قبل الجول على طول utan لما تكيلوا ايه اللي حصل الناس شافت الجول انا ايا اشرح الجول الاول بعدين اقول لك اللقطة بص يا كريم هاجيب لك الجول وبعدين اقول لك اللقطة تعليف هنا هنا تريزيجيه دخل كمل بص بس على اول فريم قبل ما تروح الفريم اللي بعد بص مصطفى محمد حاطت ايده هنا يا كريم مصطفى محمد حطت إيده على العضلة الأمامية. مصطفى محمد قبلها وهو إلك اللقطة ال eldest. مصطفى محمد حطت إيده على العضلة الأمامية مش قادر لأنه ضرب هجيب لك لقطة الضرب. قبلها بثواني هو قام لما لقى الكرة راحت مع منتخب مصر قام علشان خاطر يروح. هو ما كانش قادر. دروح. برافو عليك. يا ولد على اللقطة دي يا جيمي. برافو عليك. دروح. حقا احنا وحنا بنتفرج يا مصطفى ما بيقعش بسهولة عمين يقولي امها مصطفى امها مصطفى الراجل اكيد ده ادام ويعيب عنده ضربة قوي هو ضرب الكرة تيجي دلوقتي هو بيتضرب يلا كميل اشهر ماسك العضلة الامامية قدام ماسك العضلة الامامية على طول والراجل بقى هنا بص بقى مصطفى محمد وصل فين التقل بتاع مصطفى محمد والندوق بتاع مصطفى محمد اي حد في ظل الضغط اللي احنا فيها كريم والتصرع اللي يبقى كلها فيه ومحاولة ان انت تحرز هذا فيعمل ايه الراجل تيجي بيطع يروح يقطع معها القريبة لا لا خالص خالص بص روح الفريم اللي بعده ووقف بص هو عمال بيشاور له انا هقف مش هتحرك حطها لتحت الفريم اللي بعد بص عمال بيشاوره بنادي على تيجي اهو تاني اهي عمال بيشاوره ان هو واقف يحطها له لتحت الراجل اول ما تحط تحس انها قصيرة سنة راح داخل واخد الخطوتين وسبق الراجل المدافع رغم طبيعي ان الكرة اقرب للمدافع الفريم داخل الراجل خد الخطوتين رغم تاني انه مسك العضل الامامية ومش قادر لو الصور جازت معنا يكون شاكر وانا بشكر كمان زي بالنا حموش شاكر اللي حقني بالصور دي ممكن تشعب ما كناش لحقينا نجيبها لو هي جازت معنا بص هنا يا كريم هبان هنا اوضح قبل لقطة الاسابة هبان هنا اوضح لقطة الجون الفريم اللي بعده وهو بيشاول اللي اتنين مدافعين يا كريم سابهم هم راحوا مع الكرة ويعنيهم راح تراكور ايه تاني تاني مرة مسك رجلي الشمال العضل الامامية بتاعت رجلي الشمال والراجل والويت وبعدين راح واخد الخطوة والاتنين تحرك نموذج اخيرا بقى عندنا مهاجم يليق باسم منتخب مصر شابوه مصطفى محمد النهاردة والمباراة اللي فاتت اتمنى لو اللقطة بس جاهزة معنا لقطة لما واقع جماعة لو جاهزة معنا اه اربع صور فيه اربع صور اللقطة لو جاهزة معنا خل بالك بس انا عايز كمان افاهم كمان السيدة المشاهدين والناس اللي هي بتكور افاهمت كمان كويس كمان انه اصابة العضل امامية دي اصابة رخمة جدا يعني انت لو واعت بعضلة امامية صعب تقوم بسرعة وصعب تقوم كمان تحط الكرة بالشكل ده يعني اصعب اصابة عضلية يعني وهو مصطفى من اللعبة اللي ما بتمثلش مصطفى طالما وقع بعد ما خد ضربة وفاهمة وقع ومسك العضل هو مش قادر يقوم وكان واقع هو بالمناسبة هو مش وقع ورح قايم هو كان واقع فعلا مش قادر يقوم واقع مرمي على الارض خالص ومش قادر يقوم اول ملابح انه تريزيجي بترى يضغط اهو هيعدي من لاحية الشمال رح قايم وقايم هو ماسك رجلو اليمين معرفش هنلحق ناخد مش معنا مش هنلحق ناخد الصورة بس خاصة هم الناس كبلاقة كيتشايفة اه طبعا فانا بالنسبة هي اللقطة كلها تاني في الروح التكملتين بتوع تريزيجيه وانهو دخل كتف بكتف الرجل عمال بيشد فيه روح الشغل بتاع امام عشور الشوت التاني اللي فرق بين امام نسخة الشوت الاول امام نسخة الشوت التاني هي الروح اللقطة بتاعت مصطفى محمد دي هي الروح هي دي الروح اللي انا عايز اشوفها في مباركة فيرد